بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس التاسع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فما زلنا مع فوائد الآية التي تناولنا الكلام عنها في الحلقة السابقة وهي قوله تعالى أفغير دين الله يبغون فيوخذ من هذه الآية أيضا إضافة إلى ما سبق تشريف التوحيد وذلك لأن الله أضافه إلى نفسه تشريف التوحيد وتشريف دين الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه فقال جل وعلا أفغير دين الله وهذه إضافة تشريف وتكريم ويأخذ من الآية أيضا خضوع المخلوقات كلها لله عز وجل خضوع عبادة واختيار وهو خضوع المؤمنين وخضوع الطرار وهو خضوع الكفار لأقدار الله سبحانه وتعالى وكذلك اعترافهم لتوحيد الربوبية وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبرا إلا الله سبحانه وتعالى فهم يضطرون إلى أن يعترفوا بذلك لأنهم يعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يقدر على الخلق والتدبير إلا الله فهم يعترفون بذلك اضطرارا ويأخذ من الآية أيضا أن مصير الخلق إلى الله جل وعلا ففيه ذلك ثبات البعث والنشور والإيمان بالبعث والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه وعسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به وذلك بأجل إفطال عقيدة الملاحدة الذين لا يعترفون بالبعث والنشور ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويقولون وما نحن بمبعوثين إلى غير ذلك من مقالاتهم الباطلة فالله جل وعلا أخبر أن مصيرهم إلى الله وأن مرجعهم إليه سبحانه وتعالى وأنه سيجازيهم على ما قدموه في دنياهم من الخير أو من الشر قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وأن يعلن على الناس الإيمان بالله عز وجل قل آمنا بالله آمنا بالله ربا وآمنا بالله معبودا وإلها وهذا يشمل الإيمان بالله بجميع أنواع التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كله داخل في قول آمنا بالله والإيمان بالله عز وجل هو أول أركان الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله الآية والإيمان في اللغة هو التصديق والإئتمان على شيء على خبر غايم وأما الإيمان في الشريعة وعند أهل السنة والجماعة فالإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذا التعريف الجامع الشامل مأخوذ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ولا يكفي أن الإنسان يقول آمنت بالله بل لا بد أن يصدق هذا بالعمل وبالامتثال وإلا هناك من يقول آمنا بالله كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فهناك من يقول آمنا بالله ولكن لا يعمل بما يقول والإيمان ليس مجرد قول باللسان لأن هذا لا يكفي بل لا بد من تطبيق القول بالعمل ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال قل آمنا بالله وملائكته قل آمنا بالله وما أنزل وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا فيه الإيمان بجميع الكتب فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام ما علمنا منها وما لم نعلم وقد علمنا أسماء التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى ونؤمن بما لم يسمي الله جل وعلا من كتبه آمنا بالله وما أنزل علينا وهو القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هؤلاء أنبياء الله جل وعلا والأسباط والأسباط المراد بهم بنوا إسرائيل لأن بني إسرائيل جعلهم الله أسباطا مثل القبائل عند العرب لأن أولاد يعقوب عليه السلام إثنى عشر وكل ابن من أبنائه له ذرية ونسل يقال لهم الأسباط فالله أنزل على أنبيائهم الكتب فنحن نؤمن بما أنزل على الأسباط يعني على رسل هؤلاء الأسباط والإيمان بالكتب هو أحد الإيمان هو أحد أركان الإيمان الستة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع فاليهود والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل ولكنهم يكفرون بالقرآن مع أن القرآن هو إمام الكتب وهو أعظم الكتب فيكونون كافرين بالتوراة والإنجيل التي يزعمون أنهم آمنوا بها لأن من كفر بكتاب فإنه كافر بجميع الكتب كما أن من كفر بنبي واحد فإنه كافر بجميع الأنبياء ولهذا يقول اليهود إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ثم قال جل وعلا لا نفرق بين أحد منهم أي بين أحد من هؤلاء الأنبياء فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض هذا هو التفريق كما قال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهين وأعتدنا للكافرين عذابا أليما فالإيمان يقتضي الشمول ويقتضي الإيمان بكل نبي أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله ولهذا قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له أي لله سبحانه وتعالى مسلمون أي منقادون ومتبعون لأنبيائه عاملون بشريعته هذا هو الإيمان بالله عز وجل ويوخذ من ونختم هذه الحلقة لانتهاء الوقت ونعيدكم إن شاء الله أننا سنتكلم على بعض ما تدل عليه هذه الآية من أحكام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر